عايزة نقول عشان ما ننساش حضرتك العروض لأصر الشفا كبتر خيركم مستمري فيها بقالوا ده للسنة التانية وكانت العروض لو أفكر حضراتكم من رمضانين فاتوا كده قلنا ان احنا هنعمل عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان الكريم اللي قبل اللي فات وسبحان الله كانت المفروض العروض تبقى شهر العروض أو الخدمات أو التوفير لحضراتكم في المعاناة في ظل ظروف الصعبة دي أصر الشفا مستمر بقالوا أكتر من سنتين في هذه العروض وحنقولها دلوقتي لأن خصومات عظيمة ربنا يا رب يكتب لكم جميع عن الشفا هو احنا زي ما اتفقنا كنا فتاعة عشرين ومن خلال حضراتك برضو نحن عارفين أن كورتس البلازما المريض ممكن ياخد من أربعة لستة كالسان فالمريض بعض الناس ولاحظناها أن بعض الناس ما كانتش بتقدر تكمل لظروف مادية أو للصفر فحنا الحمد لله روح من جزء الصفر وأن احنا روح لحد عنده دي حلناها الحمد لله ومتواجدين بنسبة كبيرة جدا أسبوعين في كل المحافظات وإن كان بعض المحافظات البسيطة ممكن كل أسبوعين إنما بمعظم المحافظات ونقدر نعدهم كل المحافظات في زيارة شبه أسبوعية فالصعيد الدكتور أحمد ما شاء الله بيبدأ من أسوان لحد المنية ما شاء الله فالحمد لله روح من دي جزء كان من ضمن الحاجات اللحظناها أنها بتقلل فرص الناس تكامل الكورس الجزء الثاني المادي وده برضو إحنا عشرين في البدو عارفين كل حاجة وظروف الاجتماعية والمادية فمعنا خلال حضرتك قلنا إن المريض لو هياخد الأربع جلسات قلنا الجلسة الأولى المريض بيتفحها ومن خلال حضرتك في أول تلاتة وعشرين قلنا الجلسة التانية مجانية تماما مجاني الجلسة التالتة بقت بتخفيض مش زي الأولى طبعا الجلسة الرابع مجانة فكده إحنا دينا المريض الكورس الأربع جلسات اللي هم بيترقوا مع كل المرضى بالتابع الكورسين بس بدافع نصهم بس وفعلا لما المريض بيكمل أربع جلسات فعلا الحمد لله عمين بيبدأ يتحسن كويس قوي يبدأ يحس بالنتيجة ويبدأ يشوف الدنيا عاملة كويسة ولو بعض الناس حتاجت جلسة أو التانية بنتعامل برضو بنفس الطريقة فالخمسة بتبقى مدفوعة والستاتة مجانة ده بتبقى خشونة عالية قوي وده المريض بيبقى ده بقى المريض اللي بيستنى على نفسه لما ينتهي فعشان كده احنا بنقول لحضراتكم وبأكد على حضراتكم أرجوكم كل حاجة في بدايتها بتبقى سهلة سهلة هتوفر علي مجهود وحتوفر ألم وحتوفر فلوس فليه نستنى لما المسألة تتفاقم وناخد مسكنات والمسكنات تبقى واظلنا كمان فيعني العرض ده أنا شايفة انه عرض كريم عملنا خلال 23 الحمد لله جينا في 24 في أول شهر رمضان وكان برضو من خلال حضرتك ان احنا قلنا طب في بعض الحالات بتعوز زي ما دكتور أحمد هيشرح لنا ودكتور يوسف ان البلاسما بقيتش لوحدها وبقى في مواد جديدة وبقى في مساعدات كويسة قوي وبتحسن الدنيا وبتدي نتائج أسرع وأحسن وبدل ما قلنا ممكن نوصل لست جلسات هما ممكن الكورس بأربعة فالليال مادة الهيرونيك أسد أو مادة جلساتينية عملناها مجانا مع الجلسة الأولى وبرضو زي ما احنا ملتزمين الجلسة التانية مجانا التالتة برضو بالتخفيض والربعة مجانا فالحمد لله رمضان الكورس بتاخده كامل بالإضافة ان فيه مادة جلساتينية في أول مرة هدية زي ما بنقول للمريض فالحمد لله نتائج أحسن الدنيا بتتحسن فيه ناس كتير استفادت الرضاء بتاع المرضى يقولوا البعض يوم وبقت الناس كتير يقول لك أنا كان مامتي وجايب حماتي الحاجاتي بتفرق جتير جدا لا وانعافف من حقيقتك أخت حضرتك كمان شخصيا أختك أخذت وتلتنين كنتك التنين ماشا يعني ربنا يشفيهم الحمد لله قويسين جدا والفكرة أن الحمد لله المريض بقى شايف يعني أكتر حاجة بتسعيدني ودكتور حمد دكتوريسي يعرف الحكاية دي لما أبقى عندي ربنا يعيش في الجميع بس يبقى مريض وهو طبيب لأن كلمة أنه طبيب فاهم إحنا بنعمل إيه بتقدي نفسيا بتخلينا أنا سعيد لأن فكرة أنه عارف إحنا هنعمل إيه بتريحني جدا ويبقى عارف إن إحنا خطواتنا كذا كذا ولازم نلتازم بكذا فتلاقي النجاح بقى مهم قوي أكتر حاجة تسعد الطبيب إن المريض بتاعيش فيبقى كويس يا رب دايما يا رب الشفا للجميع